اشتركوا في القناة اثمار تقنيات التحول الرقمي في تمكين المشروعات والشركات والأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من تطوير نموذج عملها في مجال التشغيل ورفع كفاءته وتقليل النفقات وزيادة القيمة السوقية والنمو والربحية ومن تلك التقنيات الحوسبة السحبية هذا ويواصل المجلس الأعلى للمرأة عقد جلسات في إطار برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية ليواكب المرحلة الحالية والقادمة ومتطلبات سوق العمل في فترة مواجهة ومكافحة الجائحة العالمية ويعمل على تزويد منتسباته من المتقاعدات والباحثات عن عمل والخريجات ورائدات الأعمال بأحدث المعلومات والمستجدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر